السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف نتحدث عن صحة الطفل فصحة الأطفال الحاليين هي في تراجع وليس في تطور وصحة الإنسان في المستقبل ربما ستتراجع بشكل كبير جدا هناك باحثين بجامعة شيربروك في كندا قاموا ببحث مقارنة معطاية 1982 هناك اختبار فيما اختبار في اودوماكس التهدي الفاميلفال لقياس نسبة في اودوماكس قاموا بي يعني كي يعرفوا اللياقة البدنية للأطفال خدوا واحد العينة كبيرة للأطفال مؤخرا والأبحث درت على خمس سنوات 3700 طفل دلوا عليه الاختبار نفس المنطقة الجغرافية نفس المواصفات نفس السن من السن 17 العام هم نفس المعطاية التي اختاروها سنة 1982 فوجدوا على أن اللياقة البدنية للأطفال الحاليين الحديثين هي في تراجع في التطور ونقصات نسبة في اودوماكس بـ 20% نسبة في اودوماكس نسبة في اودوماكس بـ 20% هذا معطا ورقم له هو كبير جدا لأن مثلا ناخذنا الرقم 50 مثلا في في اودوماكس ورقم له نسبة في اودوماكس في اودوماكس وأمراض الجهاز التنفسي 40% فما تحت فالشخص سيكون مهدد بعدة أمراض وهذا هو الذي دقوا نقص الخطر والباحثين قالوا بأن الأمراض ستزداد في المستقبل بالنسبة للأطفال يرجع من الأسباب لأن الأطفال الحاليين هم أقل حركة يدعون الاكتفال لا تحركوا بكثيرا لطابلت لتلفون للتلفازات أثر على الأطفال للأسف يقولون هذا كمعطا ولكن هناك معطاية أخرى ربما حتى كائنا يعني حتى نمط العيش والأكل تغير تصنيع إلى غير ذلك فحاولوا أنكم تردو لبعض هذه المسألة النقص 20% بالنسبة ل كما أعطيتكم المثال من 50% إلى 40% فهذا يعني أن الطفل الحالي لا يقدر الجهد الكبير والمتواصل بقل 30% بالمقارنة مع الطفل 1980 وستخدرون تقول هذا البحث يعني الدار في كندا ومع علاقتنا نحن في كندا فهذا الدول هي تقوم بأبحث نحن للأسف لا نحن بأبحث في البلدان هذه البحثين في جامعة شيربروك اعتمدوا أيضا على أبحث أجرية في العالم بأسره وطاحوا في نفس نفس النتائج أن صحة الأطفال هي في تراجع في تظهور للأسف والقاوة لأن هناك أطفال حاليا 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات لا نتجينا ونتجيكم جميعا عندهم أمراض سكري شيء لما كان في 80 طفل لا كان عندهم سكري حاليا هناك أطفال عندهم سكري هذا سيكلف بالنسبة للدول بالنسبة للمجتمعات بالنسبة للعائلات بالنسبة للعائلات أموال طائلة تصور أن طفل من 8 سنوات تصرف عليه تصل إلى 60 و 70 و 80 سنة تصرف عليه تحاليل أدوية عدة أشياء ربما نقص في الإنتاج هناك أشياء للأسف خطيرة جدا ستكون في المستقبل حاولوا أنكم تشاهدوا مع وليداتكم يأكلوا ماء طبيعي يديروا واحدة اكتيفة فيزيك مرة أخرجوا من يشموا هواء في الطبيعة أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم تكونوا السافتو السلام عليكم ورحمة الله